انفجار بركاني مدمر من قلب البحر المتوسط برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم الظاهر ان عام 2023 هو عام الكوارث الطبعية والبشرية من بداية السنة واحنا شايفين زلازل وبرقين وفيضانات وحروب والله اعلم لحد السنة ما تخلص ايه اللي ممكن يحصل تاني ويبدو ان الزلزال المدمر الذي درب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي واودى بحياة اكتر من 45 الف شخص يمكن ان يكون بداية لكرسة جديدة تؤثر على دول العالم وعلى مصير كوكب الارض حيث يوجد للأسف الشديد بركان تحت الماء في البحر الابيض المتوسط يستعد للاستيقاظ وهو قادر على تدمير اوروبا والشرق الاوسط فيما ستؤثر عواقبه على بقية العالم حسب ما افادت صحيفة كوموسو موسيليكا برافتا الروسية يعني صحيفة روسية انا مش عارفة انطيع الاسم كويس لان الاسم طويل جدا فافادت الصحيفة الروسية دي بان دا اللي هيحصل في العالم الصحيفة الروسية بتقول كمان ان البركان المعروف باسم كلومبو والذي يقع على بعد 7 كيلو متر من جزيرة سانتوريني اليونانية دائما ما يحظى باهتمام العلماء والبحثين حيث اكد بحثون بمعهد في لندن وجامعة ايرجون الامريكية وجود غرفة سهارة ضخمة بتغلي في الوقت الحالي وهذا يعني انه في المستقبل القريب قد يبدأ موصفوه بالوحش تحت الماء في الانفجار ونقرت الصحيفة دي عن العلماء قولهم انه لا يمكن تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني الخاص ببركان كولومبو لكن بالتوازي مع ذلك فانهم يأكدون ان غرفة السهارة تنمو بسرعة مشيرين الى ان عمود الرماد والغازات البركانية يمكن ان يرتفع العشرات الكيلو مترات اسطر يا رب وتبعت الصحيفة الروسية والخطوة التالية تكمن في انتشار الغازات البركانية في جميع انحاء كوكب الارض فيما ستتحول سحابة الرماد الى غطاء بيمنع اشعة الشمس من الوصول للارض نتيجة لذلك قد يأتي شتاء بركاني على كوكب الارض ويعد بركان كولومبو اكتر البراكين نشاطا تحت الماء في البحر الابيض المتوسط وكان هذا البركان المسؤول الرئيسي عن توسينامي عام 1650 عندما انفجر المرة الاخيرة فغطى الماء الجزر في دائرة نصف كترها 150 كيلو متر الخبر ده نشرته جريدة الوطن نقلا عن الجريدة الروسية او الصحيفة الروسية اللي اتكلمت عن الخبر ده يبدو ان الكوكب ينتظره مجموعة من الكوارث ربنا يسر على البشر في كده نكون وصلنا لانهات حلقتنا اتمنى لو اول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعاركم لفيديو دي دياريت دعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم وإلى اللقاء